وفي لنباري أيضاً أكد مجلسها أن المحافظة تشهد حركة إعمار غير مسبوقة نتيجة لاستقرار الأوضاع الأمنية بتزامن مع زيارة وفود لشركات استثمارية أبدت استعداداتها للحصول على فرص استثمارية عضو مجلس طاها عبدالغني أكد في تصريح للفلوجة أن الحركة العمرانية تمثلت في إعادة إعمار العشرات من الجسور المتضررة فضلاً عن إعادة العديدين المشاريع الخدمية والأبنية المدرسية وشبكات الطرق والكهرباء والماء المتضررة بنسبة دمار كامل جراء قيام داعش الإرهابي بتفجيرها والعبث بمحتوياتها في مؤشر على استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مدن المحافظة حقيقة تشهد محافظة الأمور استقرار أمني واضح هذا الاستقرار ما كان يكون له الاستقرار السياسي لشهدته المحافظة من سنتين وليجاي حقيقة الاستقرار السياسي أدى إلى الاستقرار الأمني لما تفضلت الجنابك وأيضاً أدى هذا الموضوع إلى جذب العديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية اللي الآن مساعدة أن تستثمر بالعراق ربما يوم أمس أيضاً كانت زيارة لفخامة رئيس مجلس النواب مع السفير الأمريكي اللي جاء إلى الأنبار يبارك الاستقرار الأمني وأيضاً تبرع بـ 100 مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع الخدمية ترجمة نانسي قنقر